هذه أبرز العناوين الرقراقي يكلف ثلاث أعضاء من طقمه بمهمة كبيرة وعليهم إنجازها قبل وديتي البرازيل والبيرو الرقراقي يكشف لائحة الأسود لمواجهة البرازيل والبيرو الرقراقي يعيد نجم المنتخب المغربي بالمشاركة في مباراة البرازيل والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرقراقي يكلف ثلاث أعضاء من طقمه بمهمة كبيرة وعليهم إنجازها قبل وديتي البرازيل والبيرو يسارع الطقم التقني للمنتخب الوطني المغربي لكراس القدم بقيادة المدرب الشاب واليد الرقراقي من أجل الإعلان عن اللائحة النهائية الخاصة باللاعبين الذين سيلتحقون بمعسكر أصود الأطلس أهوب لإجراء المباراة للوديتين أمام البرازيل والبيرو وذكرت قناة الإسبورت أن الرقراقي يكلف كل من مساعدي غارب أمزين ورشيد بن محمود إلى جانب موسى الحبشي محلل الأداء عبر تقنية الفيديو بمهمة كبيرة إذ من المرتقب أن يشد تلاتي المذكور حلو إلى بلجيكا لربط مجموعة من الاجتماعات مع كل من زكريا أحادي المحترف بنادي مولبينيك ومهدي بوكاني النجم شارل روا إلى جانب إسماعي القندوس لعب قلوازا البلجيكي قبل التحاقهما المرتقب بالمنتخب الوطني المغربي والدفاع عن ألوانها وضفت ذات المصادر أن التقم المساعد لرقراقي من المنتظر أن يقدم تقريرا شاملا للناخب الوطني بعد نهاية مهمتهم المذكورة من أجل الحزم في ملفات اللاعبين المذكورين سلفا مشارة إلى أن رقراقي يسعى لجلب أسماء شابة جديدة محترفة بالدورية الأوروبية من أجل ضخي ضماء جديد بالفريق الوطني وتعزيز تركيبتها الرقراقي يكشف لائحة الأصود لمواجهة البرازيل والبيرو أعلن الناخب الوطني وليد رقراقي عن اللائحة الموسعة استعدادة لمباراة البرازيل والبيرو في نهاية مارس المقبل وستجرى مباراة منتخب البرازيل على أرضية ملعب ابن بطوطة في طنجا يوم الخامس والعشرين من مارس المقبل فيما سيقابل منتخب المغرب منتخب البيرو في مباراة ودية بالعاصمة الإسبانية مدريد وذلك في الثامن والعشرين من مارس القادم وكشف موقع أشتار فانسكات عن اللائحة الموسعة لوليد رقراقي في انتظار تقليصها إلى ستة وعشرين لعبا هم من سيحضرون إلى معسكر مارس لمواجهة البرازيل والبيرو وجاءت اللائحة الموسعة لوليد رقراقي على الشكل التالي ياسيم بونو مونير المحمدي ريد التقنوتي أناس زنيتي بن عبيد في خط الدفاع نيف أكرد رومان غانسيس أشرف داري جواد اليميق بادر بانون إسماعيل قندوس يحيى عطية الله المهدي بوربيعا نصير مزراوي في خط الوسط سوفيان أمرابط إسماعيل صابيري أملاح وعز الدين أناحي وبلال خنوس في خط الهجوم حكيم زياج سوفيان بوفال عبدالصمد الزلزولي زكري أبو خلال إليا الشاعر يوسف نصيري وليد شدير عبدالرزاق حمد الله أناس الزروري وإبراهيم دياز الرقراقي يعيد نجم المنتخب المغربي بالمشاركة في وديات البرازيل كشفت مصادر جمعية مسؤولة أن نصير مزراوي لعب باير ميونيخ الألمانية تلقت صالة جديدة من النخب الوطني وليد رقراقي بشأن حضوره في وديات البرازيل والبيرو وواكب وليد رقراقي أخيرة التطورات الخاصة بعودة نصير مزراوي لتدريبات باير ميونيخ بعد تعافيه من الإصابة التي فرضت عليه الغيابة لمدة ثلاث أشهر وعد مدرب المنتخب المغربي نصير مزراوي بالحضور والمشاركة في وديات البرازيل والبيرو رغم طول فترة غيابه عن الملاعب وابتعاده عن التنفسية ويحرص مدرب المنتخب الوطني المغربي على أن تكون وديات المغرب ضد البرازيل والبيرو بمثابة تكريم للعناصر التي شاركت في موندي القطر 2022 أكدت ذات المصادر أن رقراقي قد يحضر مباراة باير ميونيخ ضد باريسان جرمان في إيابة ثم نهائي دور أبطال أوروبا حال تأكد مشاركة التنائي نصير مزراوي وأشرف حاكيمي نجم بارز مهدد بالغياب عن مواجهة البرازيل والبيرو بسبب رقراقي يواجه المنتخب المغربي نظره البرازيلي ثم البروفي وديا في الخامس والعشرين والثامين والعشرين من مارس المقبل في أول ظهور لأصود الأطلس بمدينة طنجة المغربية ومدريد الإسبانية عقب الإنجاز التاريخي لزمل أشرف حاكيمي في موندي القطر وبعد معقد ربان المنتخب المغربي ولد رقراقي اجتماعات متنوعة مع مساعدته داخل الطاقم الفني خرج بعدة خلاصات أبرزها ضرورة منح الفرصة لبعض اللاعبين المغرب الناشطين بأوروبا الذين غابوا عن موندي القطر من أجل اللحق بكتيبة أصود الأطلس مقابل إبعاد لاعبين حضروا في نهاية كأس العالم الأخير وذكر موقع العربية الجديد أنه علم من مصدر مقرب من الرقراقي كشف أن المدرب يقترب من إبعاد يحيى جبران متوسط ميدان نادي الويداد الرياضي من قائمة المنتخب المغربي المقبل التي ستواجه البرازيل والبيرو من أجل فسح المجال أمام لاعبين شاب قادمين من أحد الدوريات الأوروبية وباترقراقي يفكر جديا في منح الفرصة لعدة عناصر صغيرة السن لذلك يفكر تدريجيا في التخلي عن اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين سنة مع الإبقاء فقط على اللاعبين أصحاب التجربة الذين بإمكانهم مساعدة المنتخب المغربي لمواصلة لفت الأنظار خاصة أن رقراقي يضع نصب عينيه ضرورة المنافسة على لقب بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مطلع السنة المقبلة بالساحل العج تهمة كبيرة من الدراج توجه القجعة يريد الإطاحة بموتو سيبي زعم المعلق الرياضي الجزائري بقناوة بإنسبورت القطرية حفظة دراجية وجود سراع خفي داخل دولي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة طرفها رئيس الجنوب إفريقي باطريس موتو سيبي وعضو المكتب التنفيذي والعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا فوز القجعة الدراجي وفي برنامجه الأسبوعي بعيون حفظة دراجية تحدث عن اشتداد السراع من الناحية الرياضي وفي الكواليس داخل الكافة وذلك في خدم المنافسة القوية بين المغرب والجزائر من أجل احتضان نهائية كأس أفريقيا للأمم 2025 وعن أسبب السراع قال الدراجي إنه إلى جانب كان 2025 فهناك ملفات أخرى أبرزها رغبة موتو سيبي في عادة النظر في القرار الذي يمنع صفة العضوية في الكافة على كل دولة لا تملك عضوية كاملة في الأمم المتحدة والذي سبق واتخذه الجهاز الكروى القاري في الرباطة عام 2021 مشير إلى أن القجع يسعى للإطاحة بموتو سيبي من منصبها ووصلت دراجي نفت سمومه مدعيا رغبة موتو سيبي في تهديل القرار في حين يرفضه فوز القجع لقطع الطريق على انخيلة جبهة البوليزاريو في الكافة وتبع الدراجي سابحا بخياله الواسع زاعما كون تنظيم الجزائر لبطولة الشان وعودتها للواجهة جعل الكاف يقتنع بأحقيتها في تنظيم كان 2025 ما تسبب في صراع بين موتو سيبي والقجع على حد قولها ويرى الدراجي أن رئيس الفيفا جيان إنفانتينو سيتدخل لتوزيع الكعكة على بعض الأطراف من خلال تعينهم في مناصب كما سبق وتدخل سابقا في انتخابات الكاف موظفا أن تدخله في صراع الدائر داخل دوليب الكاف سيكون حسما على حد تعبيرها وختم الدراجي مؤكدا رغبة الجزائر في تنظيم كان من خلال استثمار الصراع بين موتو سيبي والقجع في ظل استمرار ما اسمها المناورات بعد تأجيل موعد الإعلان عن البلد المنظم بشكل غير صمي إلى الصيف المقبل ترجمة نانسي قنقر